بحث المجلس البلدي لمحافظة الداخلية خلال اجتماعه اليوم أسباب ارتفاع أسعار العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة واستعرض مواضيع تتعلق بفتح بعض الأنشطات التجارية في ولاية سمائل وموضوعات أخرى تتعلق بولايات المحافظة كما نقش المجلس طلب تخصيص أرض للمعارض وميدان للاحتفالات في ولاية نزوة وأخرى لسوق مركزي للخضار والفاكهة مطلعا على مرئيات شرطة عمان السلطانية لتحديد مسار حركة المركبات داخل حارة العقر بولاية نزوة لتكون باتجاه واحد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ترجمة نانسي قنقر